السلام عليكم عزيزي متابعينكم. انا تعلمني شكرا اهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده النهاردة هناخد مع بعضينا ازاي لو انت عايز تعمل عمود تعمل العمود ده تكتب في انجليزي وازاي لو عايز العمود ده تكتب في عربي من غير ما تحول اللوحة المفاتيح بتاعتك بقلت وشيف بتسرع معك بتسرع معك الشغل وبتخلي بتسهل عليك في الوقت خلينا نشوف هنكتب مع بعض ازاي. انا هنا لو جيت مسلا كتبت في العمود ده مسلا اي اسم. وروحت على بزرار التاب على العمود اللي جنبه. وضغط وعملت وشيفت. عشان احولها. تمام. ولو اضغط التاب تاني وروحت على العمود اللي بعده هتلاقي اللغة بتحول التاني عربي. لو انا عايز اكتب مسلا اكتب اي حية تعالي نشوف هنعملها ازاي ونخلي العمود ده يبقى ما يتكتبش فيه غير انجليزي. اول حية بتيجي على العمود بتاعك الاولاني ده اللي هو هتكتب فيه في العربي. وبتظلله. وبتروح على القائمة الصفحة الرئيسية. بتيجي هنا عند فكرة. تضغط على فكرة هتظهر لك المربع الحوار ده مكتوب فيه الاتجاه من اليمين لليسار. تمام ده خليه عربي فهنك تخليه زي ما هو من اليمين لليسار تضغط موافق. طيب واللي عملته ده هترجع تعمله تاني على العمود اللي انت عايزه تكتب فيه بالانجليزي. وبرضو نفس اللي عملته هترجع على فكرة. وبتختار الاتجاه هنا بقى بتخليها من اليسار لليمين. وبتضغط موافق. وبتروح على العمود اللي بعده وبتعمل برضو نفس اللي انت عملته. بتخليها من اليمين لليسار. ماشي. تعالي نجربها. مسلا احنا كتبنا هنا احمد. اضغط على زرار على طول لو لاحزنا هنا هتلاقي اللغة تحولت لانجليزي. من غير ما تكتب كتب معك انجليزي. تضغط تاني. لو لاحزت برضو اللغة هنا تحولت لعرب. من غير ما تعمل دي حركة بتسهل عليك الشغل وبتخليك اسرع في شغلك. لو انت مسلا عندك جدوى لشبه كده او عايز تكتب اي حاجة في العمود التاني دي بالانجليزي او تحدد اي عمود في اي مكان في الجدو. بس لغاية هنا يكون الفيديو انتهى. ولو عجبك الفيديو ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة وبركاته.